السلام عليكم معيكم دكتور سارة محمد هتكلم معيكم في فيديو النهاردة عن أضرار السكر الأبيض وليه بنسميه السم الأبيض أول حاجة أضرار السكر الأبيض على القلب السكر الأبيض بيزود فرصة الإصابة بأمراض القلب ده جيره أنه بيزود إمكانية الإصابة بضعف عضة القلب وده بيقلل كدرة القلب على ضخ الدم لجميع أنحاء الجسم تاني حاجة أضرار السكر الأبيض على الكبد زي ما احنا عارفين أن السكر الأبيض لما بيدخل الجسم الكبد بيحوله دهون عشان كده كل ما زودت كمية السكر في النظام الغذائي بتاعي كل ما زادت تخزين الدهون في الكبد وده بيزود فرصة الإصابة بالكبد الدهوني بعض الدراسات أثبتت أن التأثير السام للسكر الأبيض على الكبد ممكن يعادل تأثير الكحول السكر الأبيض بيسرع الإصابة بأمراض الشيخوخة عشان كده كل ما زودت كمية السكر الأبيض اللي باخدها خلال اليوم كل ما زادت فرصة الإصابة بالأمراض المرتبطة بالشيخوخة المبكرة زي ضعف الزاكرة والإدراك والزهايمة ده جيرا أنه بيزود تجعيد البشرة السكر الأبيض ممكن يسبب الإدمان تناول السكر الأبيض بيزود هيرمون السيروتونين اللي هو هيرمون السعيدة عشان كده دايما بنحس بالسعادة بعد تناول السكريات والحلويات واللي بدوره ممكن يسبب الإدمان السكر الأبيض بيسبب مقاومة الإنسولين الجسم بيفرز هيرموني الإنسولين عشان يسمح للجلوكوز بالدخول للخلايا كل ما زودت تناول السكريات كل ما زاد إفراز هيرموني الإنسولين وده بيقدي لمقاومة الخلايا للإنسولين ده جيرا أنه بيوقف الحرق المدة طويلة وده ممكن يسبب الإصابة بمرض السكر إيه اللي ممكن يحصل في جسمنا لو قللنا تناول السكر الأبيض أو منعناه تماما أول حاجة وزنك هيقل تاني حاجة هتقل فرصة إصابتك بالسكر والكبد الدهني هتقل فرصة إصابتك بضغط الدم المرتفع مستوى الكولسترولي الضار في الدم هينخفض قدرتك على التركيز هتزيد وذاكرتك هتتحسن انفعالاتك هتقل ومزاجك هيتحسن وهتقل فرصة إصابتك بالاكتئاب هتقل فرصة إصابتك بالأمراض المرتبطة بالشيخوخة المبكرة زي الزهايمر وضعف الزاكرة والإضراب آخر حاجة هتلاحظ تحسن كبير في بشرتك هاختب فيديو النهاردة بشوية مصايح أول حاجة امنع السكر الأبيض تدريجيا ما تمنعهش مرة واحدة يعني لو احتياجك اليومي خمس معالق خليهم أربعة وبعد كده خليهم تلاتة وكده لحد ما تقدر انك تمنعه تماما استبدل الحلويات بالفوكه امنع المشروبات الغازية تماما عشان بتحتوي على كمية كبيرة من السكر قل للحلويات والمعجنات قل للوجبات السريعة أو امنعها تماما عشان بتحتوي على كمية كبيرة من الدهون الجر صحية استبدل السكر الأبيض ببداية الأفضل زي العصي الأبيض أو سكر الضايت زي الليستيفيا كانت معيكم دكتور سارة محمد أشوفكم على خير في الفيديو الجاي